أهلا بكم، صعد المنتخب الوطني لكرة القدم من تحضيراته استعدادا للبطولة الدولية الرباعية والتي ستقام بمشاركة منتخبات سوريا والعراق وعومان المزيد من التفاصيل في التقرير التالي مرحلة مصالحة الجماهير والتتويج بلقب أمامهم ولو كان بصبغة ودية بهذه المهمة انطلقت تدريبات المنتخب الوطني التحضيري لبطولة الأردن الدولية الرباعية والتي يستضيف أستاذ الملك عبدالله الثاني بليجويسمي لمشاركة سوريا والعراق وعومان التدريبات التي بدأت منذ مطلع هذا الأسبوع شهدت يوم أمس اكتمالا لجميع العناصر بعد التحاق كل من موسى التعمر وعمر هاني ورجاء عايد إلا أن تشكيلة حمد ستفتقد لعنصر مهم في هذه البطولة بعد تأكد غياب علي علوان لتعرضه لإصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين كاملين الهدف اليوم نكون من ضمن أفضل ثمان منتخبات في آسيا إذن هدفنا في بطولة آسيا هو الربع النهائي هذا واضح نحن في النسختين الماضية منتخبنا خرج من دور المجموعة إذن نكون من ضمن أفضل ثمان منتخبات في آسيا هذا الهدف بعد ذلك هدفنا يتصاعد وهو تصفيات كاس العالم أنه منتخبنا يكون من ضمن أفضل خمس منتخبات ويتأهل لكاس العالم ورغم قوة وأهمية البطولة الربعية الدولية إلا أن مواجهة إسبانيا قد خيمت على جميع الأسئلة المقدمة لعدنان حمد وهو أمر متوقع استمراره حتى صافرة الحكم التي ستعلن نهاية المواجهة بعد شهرين من الآن اليوم اختيار منتخب إسبانيا للمنتخب الأردنية ليس اعتباط هنا أول شيء نحن لعبنا في شهر 11 قبل كاس العرب مع منتخب كوسوفو كوسوفو كانت في مجموعة إسبانيا في كاس العالم وكان الإسباني يراقبون المنتخب انتخبنا فاز 2-0 في كوسوفو التي تعادلت بعد أربعة يام مع اليونان وخسرت 2-0 مع إسبانيا فإذن أيضا منتخبنا فاز على نيوزلندا التي لعبت ملحق كاس العالم وتأتي بطولة الأردن ومواجهة إسبانيا في إطار تحضيرات النشام لكأس آسيا المقبلة والتي من المفترض أن يعلن الاتحاد الأسيوي عن الدولة التي تستضيفها قريبا وبكل تأكيد ينتظر الشارع الرياضي مشاركة استثنائية ولن يقبلوا بأقل من الوصول لربع النهائي في البطولة القرية حقق المنتخب الوطني تحت سن 17 سنة فوزا وديا على الإمارات بهدف دون مقابل وجاءت المباراة في ختام معسكر النشامة في دبي استعدادا لخوض التصفيات الأسيوية الشهر المقبل في الأردن وكان المنتخب الوطني قد تعادل مع نظيره القطري بهدفين لمثلهما في اللقاء الودي الأول في المعسكر خسر المنتخب القطري لكرة القدم أمام منتخب كرواتيا للمحليين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الثلاثاء وتأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخب القطري لخوض غمار منافسات كأس العالم حيث ستكون قطر أول دولة عربية تستضيف الحدث الكروي الأضخم في العالم ويلتقي المنتخب القطري في الأيام المقبلة منتخبي كندا والنمسا قال الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد أن ماسي مليانو أليغري مدربه السابق في يوفنتوس كان سبب عدم انتقاله لبرشلونة وقال موراتا في تصريحة صحفية أن المدرب تشافي أرده في برشلونة في يناير الماضي لكن أليغري رفض ذلك لأنه كان يريده شريكاً لفلاهوفيتش في الهجوم مؤكداً سعادته في أتلتيكو مدريد ورغبته في إنهاء مسيرته مع النادي الذي وصفه بأنه منزله أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد المنتخب الروسي من تصفية كأس أمم أوروبا المقبلة وأكد اليويفا في بيان رسمي أن جميع الفرق الروسية موقوفة حالياً استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية الصادر في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي وبالتالي لن تدرج روسيا في قرعة تصفيات كأس أوروبا ويأتي الحظر على الفرق والمنتخبات الروسية بسبب تدعيات الحرب في أوكرانيا اشتركوا في القناة